أصدقائي المشاهدين حلقة جديدة من حلقات دليل سيسات بحب دايماً أفكركم أن إحنا حبين أنكم تسألوا أنكم تدخلوا معانا وأنكم تستفسروا لأنه البرنامج هدفه معرفي هدفه أنه يديكم دليل في كل المجالات الحلقة اللي فاتت في السبت اللي فات في السبت اللي فات الساعة أربعة ونص كان معانا ضيف عزيز جداً وهو الأستاذ سامي بشايد والحقيقة هو تكلم معانا عن التأمين وتكلم عن أوباما كير وعايز أفكركم وألخص لكم الكلام اللي إحنا قلناه الحلقة اللي فاتت أوباما كير ده قانون وهذا القانون إجباري للتأمين صحي لكل من يقيم في أمريكا وإحنا بنقدم على هذا القانون حسب دخلنا وده طبعاً اللي اختلف بينه وبين السنين اللي فاتت حسب دخلنا يا إما بنبقى ميديكال يا إما بنتحول كوفر كاليفورنيا في الحالتين جيد الميديكال هو تغطية كاملة وشاملة من الحكومة للتأمين الصحي للأفراد والميديكال هو الفرد بيدفع حاجة بسيطة جداً مساهمة منه في الرعاية الصحية لإني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أن القانون للرعاية الصحية والتأمين الصحي زي ما هو مفيد لنا هو أيضاً مفيد للدولة لأنه كل مكان اكتشاف المرض والعلاج بدري كل مكان أرخص للدولة وكل مكان التكلفة الفرد على الدولة هي تكلفة أقل وإنه فيه نسبة عالمية وهي من 9% تقريباً لكل فرد لما أمريكا تبقى 17% فده تبقى تكلفة عالية جداً على الحكومة للأفراد من هنا ظهر هذا القانون وتكلمنا عن تفاصيل الميديكال وإزاي نتحول فيه الأنظمة أو البلانات بتاعة الكافر كاليفورنيا لكن وقفنا عند باقي القانون وهو الميديكار وعلشان إحنا بنحب نتكلم مع المتخصصين النهاردة إحنا معانا المتخصصة في مجال التأمين الصحي للميديكار وعايز أقول لحضراتكم أن فكرة التأمين دي فكرة مهمة جداً مش بس فكرة صحية ولكن أيضاً فكرة مهمة اقتصادياً وسياسياً أيضاً للدولة النهاردة معانا متخصصة رائعة جداً ومتميزة في مجال الميديكار وهي الأستاذة سوسن بشاي سوسن بشاي سيرتيفاي للميديكار سوسن بشاي متخصصة جداً في مجال التأمين الصحي لكبار السن وهي دلوقتي حتقول لنا الموضوع ده إيه وإيه حكايته وإيه تفاصيله علشان إحنا كمان كبار في السن محتاجين نعرف إيه الحكاية هي طبعاً معاها ليسنز للميديكار أو للإنشورانس ده أو النوع ده من التأمين من سنة 97 يمكن يعني هي قديمة قوي جداً في المجال وعندها خبرة ومعلومات كتير خلوني أرحب بيها وقولها أهلاً بيكي معانا في برنامج نتصور ونعتقد أنه بفيد لكل الناس ويرب يكون كده بصحيح وأنه بيستضيف النخبة والمتخصصين في مجالاتهم المختلفة لكن هم نخبة وخدام أيضاً لهذه المجالات أهلاً بيكي نورتينا ونتوقع أن إحنا هيبقى عندنا معلومات كتير ومعرفة كتير عن الميديكار بالتحديد في البداية عايزة أسأل حضرتك تفضلي دكتورة معزوزة أشكرك جداً لإستضافتك ليا في برنامجك وأتمنى أن إحنا نكون عند حصنا المستمعين والمشاهدين أن إحنا نقدر نفيدهم بالمعلومات اللي نقدر نقوم بيها لا أهلاً بيكي وإحنا سوعد بيكي جداً وإنت قيمة وخبرة وإحنا بنتشرف بوجودك معانا بس في البداية قوليلي إيه هو الميديكار ومين الأليجبولي يعني مين هو مستحق أو يقدر يقدم في هذا القانون أو في هذا النوع من التأمين الميديكار هو نوع من أنواع التأمين الصحي وبيبقى لثلاث فئات من البيبول اللي هو بيبقى يأما وصل لسن 65 بيبقى إيليجابول أو بيبقى مستحق لأنه يقدم في الميديكار النوع التاني اللي هو بيبقى جيس إيبول يعني غير قادر عن العمل بس مش غير قادر عن العمل بصفة عامة بيبقى حصل له إصابة في العمل وبيبقى عد عليه سنتين في الإصابة جيه وبيبقى يقدر آه يشتغل بس ما يقدرش يمارس المهنة اللي كان بيعملها فبيقدر يشتغل بس مهنة أخرى بتكون الواجبات بتاعتها أخاف من اللي كان فيها لو أثبت الدكتور عن كده إن هو ليه أكتر من سنتين غير قادر عن العمل ده من حقه بيكون إنه يقدم على الميديكير وياخده وده بيكون من سن 18 لغاية 64 من حق اللي في الفترة جيه من العمر أي حد أصيب في العمل بإنه غير قادر عن العمل الجيس إيبول بيقدم على الميديكير وبياخده الفئة الثالثة اللي هي بتبقى عندهم أمراض مستاصية زي الفشل الكابجي الفشل الكلاوي كل الأمراض اللي هي الكريتشكال إنس جي اللي برضو من حقها أنها تاخد الميديكير طيب برضو حاسق السؤال في الجزئية دي لو أنا لم أصيب في العمل يعني أنا ديس إيبول بس مش بسبب العمل أنا ديس إيبول بسبب حدثة بتاعتي ديس إيبول بسبب عمودي الفقري عنده مشكلة أمراض هل أنا حبقى مستحقة برضو؟ مستحقة في حالة إن لو الدكتور قدم ريبورت تقرير وعد عليكي في الإعاقة دي أكتر من سنتين ففي حالة إن انت عديت عليكي سنتين مش قادرة تمرسي نفس المهنة اللي حضرتها تكونش بتمارسيها بس انت ممكن تشتغل مش إعاقة لدرجة مش قادرة تشتغل لا تشتغلي بس بتشتغلي حاجة تانية وأخاف آه مش لازم تكون إصابة في العمل لكن بتكون إصابة عدت عليكي سنتين من حقك طيب أنا عندي 65 سنة وعايز أقدم أعمل إيه؟ إزاي أقدم؟ إزاي أبتدي ألتحق بهذا البروجرام أو بهذا النوع من التأمين؟ سؤال جميل جدا قبل ما حضرتك بتكملي 65 سنة حضرتك بتلاقي على في الميل البريد اللي بيجيلك إعلانات كتيرة جدا ابتدت بطريقة يعني جمدة شوية قبل ما بتكملي 65 سنة ب3 شهور ده بيعني إيه؟ إحنا عندنا في الميجيكير حاجة اسمها 7 ويندوز 7 months windows 7 months windows دول هما 7 شهور فأنا باخد الثلاث شهور إن أنا إمتى أقدر أقدم في الميجيكير؟ ممكن أقدم قبل ما أكمل 65 بتلاث شهور وممكن أقدم الشهر بتاع تاريخ الميلاد نفسه وممكن أقدم 3 شهور بعد عشان كده مسامينها 7 months windows فأنا قبل ما بكمل 65 بتاع الشهور ببتجي ألاقي إعلانات غريبة ما كانتش بتجيلي قبل كده إلا إذا كان حد من الفاميلي عندي في البيت دخل على الميجيكير وبابقى أنا فاميليار بالموضوع ده لو أنا أول واحدة في البيت وصلت للسن ده فبلاقي إعلانات كتير من شركات كتير وبتبتجي تهنينا لأن ده بيبقى زي يعني أو حاجة حلوة بتتعطلنا إن إحنا كملنا السن ده ومن حقنا يكون لنا نوع من التأمين ده بيبقى نوع خاص جدا وليه امتيازات رائعة يعني هما بيهنون عشان بقينا 65 سنة طب الحمد لله ليه مقاعدين يعني لسه عايشين لـ 65 سنة لأ وفيه بيبقوا لسه شغالين يعني فيه بيبقوا لسه شغالين فبيبتجي جيلي الإعلانات دي أنا بيبقاش فهمة فيها إيه بعد كده المفروض إن أنا بروح السوشيال بقدم على بملى أبليكيشن هناك وقدم على إن أنا عايزة الميجي كير بيراجعوا هما كل الأوراق وكل الحالات وكده بعد كده بياملولي ساب متل الأبليكيشن وبيجيلي في البريد الكارت بتاع الميجي كير الكارت بتاع الميجي كير ده المفروض بيبقى فيه حاجة اسمها بارت A وبارت B فيه ناس بتجيلهم بارت B بس وببقى مستنيه قدم على بارت B وتشزق بيبقى لأسباب خاصة والحالات كل حالة غير التانية يعني علشان نقول ليه دي بتبقى قصة طويلة قوي ممكن نشرحها قا بعدين بس بيبقى فيه علشان محدش يستعجب لما يلاقي إن الكارت بتاعه جاله بارت B بس فيه ناس بتجيلها بارت B ايه بس هو المفروض الوريجينال ميجي كير بيبقى بارت A وبارت B بارت A اللي هو بيغطي المستشفيات بارت B اللي هو بيغطي الفيزيشن الدكاترة ده اللي اسمه اوريجينال ميجي كير دي أول خطوة في الميجي كير أنا بعملها أنا برضو ما فهمتش البرت A والبرت B والفرق بينهم لأن أنا كده احتارت يعني أنا المفروض جاني الكارت اللي أنا فاهماه إن أنا أروح أكشف أعمل عملية أتابع عيون أسنان واتفر إيه لأنه طبعا إحنا في الخمسة والستين بقى عندنا شوية أمراض إمتى أنا ببقى بارت A وبارت B هل لازم أرجع لحضرتك وأقول لك حكايتي فأنت تقولي لي ليه السبب ولا ممكن تديني ملخص مظبوط هي بتبقى فعلا يعني أكتر من بيرسنال شوية لأنها بترجع لقد إيه سنين الشغل اللي أنا اشتغلتها قد إيه الأورز اللي عملتها قد إيه الساعات اللي تعملت وبعدين الأورن بتاعي أنا اشتغلت بقد إيه وعملت قد إيه فأنا بالتالي أنا وانا لسه بكمل في الشهر ولا أنا لغاية خمسة وستين وخلاص أنا مش عايزة أكمل اكتفيت بكده وأنا هاخد الميديكير وأعط بايب خلي بالك فيه فئة فيه ناس جايين من مصر كبار في السن أصلا يمكن خمسة وستين أو عدوا أو داخلين عليها وحقول إن هم أخدوا وورك أو أخدوا سوشال أخدوا إقامة أوكي أو ما أخدوش لكن على الأقل معهم السوشال لما يقدموا في الميديكير هم خلاص يستوفوا السن هيبقى وضعهم إيه هم مشتغلوش هنا ومش هيعرفوا يشتغلوا هي في حاجة مهمة جدا جدا كان مفروضا هنقولها في الأول إن اللي بيقدم على الميديكير ده لازم يبقى سيتزن لازم يبقى أمريكان سيتزن يعني معاه الجنسية يعني ما ينفعش بمعاهي الجرين كارت بس ولا الورك بيرميت ولا أي حاجة من حاجة لازم أبقى سيتزن وأقدم على الميديكير عشان أقدر أبقى كواليفاي بي حاجة تاني إن أنا ممكن أنا الزوجة ما اشتغلتش خالص بس الزوجي اشتغل وعمل الساعات الكافية والسنين الكافية هل أنا لو كملت خمسة وستين سنة مش محقق؟ لا من حق باخد الميديكير بناء على الشغل اللي اشتغل ولسه قدامهم مشوار حيبقوا ميديكال أو أي نوع من الانشورانس أو أي نوع من التأمين الآخر بالضبط لو عندهم دخل أو لو معالين يعني أولادهم بيعولوهم مظبوط أو بيساعدوهم أو بيصرفوا عليهم حيدخلوا في الميديكال أو في الكافر كاليفورنيا أو أي نوع من أنواع التأمين الأخرى معلومة جيدة وأنا بشكرك على فكرة لأنك بتشرحي لي بدقة بتفاصيل فدي حاجة طب لو أنا بقى عندي أنا سيتزن وطول عمري عندي ميديكال إزاي هقدم على الميديكير وإعلقت الميديكال بتاعي بالميديكير وحيمشو إزاي مع بعض شان أنا سمعتك مرة عمالة الكلمة ميدي 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 إيه الحكاية دي والناس تقدر تعمل إيه أنا طول عمري ميديكال وبعدين وصلت لسن 65 وعايز أقدم على الميديكير وقدمت على الميديكير وخدته الميديكير ما بيلغيش الميديكال والميديكال ما يلغيش الميديكير أوكي الميديكير اسمه أوريجنال نرجع تاني زي ما قلنا إنه هو في بارت A و بارت B ده بيغطي 80% بس من العلاج كل أنواع العلاج في الميديكال في عندي فضل 20% مين بيغطيهم؟ لو أنا ميديكال هيبقى بيتسمى ميدي ميدي اللي هي ميديكير ميديكال يبقى الميديكير هيغطي 80% الميديكير الميديكال هيغطي 20% طيب لو أنا ما عنديش الميديكال الأوريجنال ميديكير ده اللي معايا بيغطي 80% فضلوا 20% أنا بغطيهم يا إما من بادفع أنا لما بيبقى فيه أي مصاريف علاج ما بتتغطاش يا إما بيبقى عندي إنشورانس بيتغطى بيه طب أنت يعني اللي أنا عايزة أعرف ليه اللخبطة دي ما هو أما أنا أوصل للسن يعني أنا طلخبط بقى ميديكال وبعدين بقى ميديكير وده يديني 80% وده يديني 20% طيب ما هو سيبني قانون واحد قولي لما تبقي وصلة للسن خلييني يا سيدي ميديكال زي منا إيه قيمة الميديكير بقى قيمة الميديكير ليه قيمة طبعا عالية جدا بس قبل ما أقول قيمة الميديكير إحنا بقى دورنا بييجي هنا لما بيجيلي زي حضرتك بتقوليلي أنا مطلخ بطة أنا لا عايزة ميديكير ولا ميديكير أنا عايزة حاجة تبقى معايا كارت واحد أشتغل بيه وأروح بيه للدكتور هو ده بقى دورنا إحنا بيبقى عندنا متعقدين مع 12 شركة إنشورانس 12 شركة إنشورانس من الطب من الأحسن الشركات اللي بتقدر تبقى هي قريجي متعقدة مع الميديكير وبتغطيلك بتبقى زي الأمبريلة على الميدي ميدي أو على الميديكير بس والعشرين في المية اللي هي اللي ما فيهاش حاجة خاص بغطية فإحنا بنيجي نعملك الموضوع ده بندخلك بنشوف الأول أول حاجة بنشوف مين الدكتور بتاعك وبنتكلم معاه وبنروح له الأوفيس بتاعه وبنتعامل معاهم وبعدين بنشوف أول حاجة بنسألك أنت حبة مرتاحة مع الدكتور بتاعك ولا عايزة تغيري لو أوكي مرتاحة معاهم وكل حاجة تمام بنروح له بنتقابل معاه بنقول له البيشان الفلينة عند حضرتك اللي بينفع الكيس بتاعتها كذا 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 وهي مثلا يا إما هلسي صحيا يعني كويسة يا إما عندها أمراض معينة لو عندها أمراض معينة مش أي شركة تنفع معيها حسب الدراسات بقى اللي احنا خدناها وفي الجداول بناخد الأدوية اللي بتاخدها كلها بنحطها على الجدول على الكمبيوتر وبنشوف الأدوية دي بتمشي إيه أحسن شركة تغطي البيشانت ده بقى أقل التكلفة في نفس الوقت لازم تكون الدكتور بتاعها نصاين معيها يعني عامل عقد معيها فبالتالي أنه لازم يبقى فيه كل ده كوردينيشن مع بعض تواصل مع بعض بارتباطات علشان نخلي أهم حاجة راحة البيشانت دي أول حاجة وبعدين الدكتور طبعا لازم هي مش هادة تغيره فبيبقى بتالي نشوف إيه الشركة اللي بتبقى معي تالت حاجة في الآخر خلط بتنهي على بيجيلك في البريد كرت واحد باسم الشركة الكرت ده هو ده بتشتغل بيه في كل حالة بتروحي بيه للدكتور للبريماري اللي هو الدكتور المعالج البداية بيوجيكي للأخصائي بتروحي بيه بيحولك بالضبط بتروحي بيه للأدوية للإجزخانة بتروحي بيه بتعملي بيه كل حاجة الميديكير شيء قايم جدا ويعني اسمه هو يعني حاجة بعد العمر ده وبعد السن ده والشغل ده فهما بيكفؤوني بنوع من التأمين نوع راقي ونوع مميز غير الميديكال وغير أي نوع تاني من الانشورانس للهما عندهم دخل وبيقدروا لسه يكون فيه ما عندهمش الميديكال عندهم ميديكال بس بيدفع مية واربعة دولار كل شهر ده لازم بيدفعوا بياخدوا أوتوماتيك من السوشيال سيكوريتي احنا لما اشتغلنا مثلا انا الشيك لما بيجيلي بيبقى متقسم حاجات من ده من الحاجات اللي متقسمة بيبقى مكتوب هو ده اللي المفروض بيتخذ منه ويتحب اللي ما عندهمش دخل او الدخل بتاعهم اسمه لو انكم واللي هما عندهم ميديكال ميديكال ميدي ميدي دول اللي هما بيبقوا معافيين من المية واربعة فعلشان لو فيه اختلافات واحد يقول طب انا عندي الميديكير وبدفع والتاني يقول ما عنديش الميديكير ممكن بتكون يعني برضو باختصار انا بتكلم باختصارش جد جدا ده بتجي معلومات قيمة ودقيقة ووضحة لينا كلنا يعني انا انا شخصيا انا اول مرة اعرف هذه التفاصيل الدقيقة شكرا كميلي لنا يعني دي حاجة كويسة ان انا مقدرش ماينفعش اقارن وماينفعش ابقى عارفة ايه الحالة بتاعت مثلا سيه حتى لو في الفم لي واحدة اختي او بنت خلتي او كده كل واحد بيبقى لي كيس معينة وكل واحد لي حالة معينة وعدد الشغل اللي اشتغلته قد ايه والسنين اللي عملتها قد ايه في نفس الوقت كمان الامكانيات بتاعتي الفينانشل بتاعيه ده اللي بيفرق من واحد بيدفع واحد ما بيدفعش قلتيلي احنا يعني يجي لنا وبعدين لما يجي لنا احنا حنبقى نعمل الشركات الاثنشر شركة الكبار اللي بيغطوا ده او بيعملوا كفر وبعدين احنا نقدر نشوف حالته ونطلع له انتو مين اللي هما سرتفاي ايجنت للميدي كير لازم يبقى معاكي سرتفكت لان انتو واخد الميدي كير ودرستيه ونجحتي فيه ومعاكي السرتفكت بتاعتو ولما بنروح نقدم نفسنا عند الدكتور لازم بيبقى عارف كده وبيشوف الشيء ده اللي معينا كمان احنا بنبقى مستنين ان انتو وانس ان بيجي لك الكارت ده يعني ما تحتاريش بنشكر ربنا احنا بنتكلم نفس اللغة بتاعتكم فبنتكلم العربي او بنتكلم المصدي او الدكتورة كمان فيه عندنا يعني تقريبا عدد مش قليل من الدكتورة احنا بنخدم كاليفورنيا كلها ما بنخدمش اورانج كاونتي بس او ايه بس او مثلا سان برنانجينو بس او لا بنخدم اورانج كاونتي كلها بتقريبا ستة او سبعة او يمكن اكتر كاونتيز بناخد من سان دييجو سان برنانجينو ريفر سايد اورانج كاونتي اللي ايه يعني وريفر انت حضرتك ساكنة فين ما تنزعجيش وما يهميكيش انت بس اتصلي بينا بالأوفيس تانا واحنا بنقوم بكل حاجة اه توضيح ومساعدة وهيل بليكي لغاية ما نوصل لك الكارت بتاع الشركة اللي المفروض بتبقى صينتي معيها ومع نفس الدكتور بتاعك وبتبقي في كل الامكانيات اللي المفروض الشركة بتقدمها بنعمل هيلك انتو اللي اسموكو جولدن واي يس ده انتو مظبوط كده جولدن واي هي اللي عندها البارت ده او الجزء ده في التأمين الصحي اللي هو علاقة بالميديكير وان الناس اللي في الميديكير هم ناس متخصصين واخدين لايسنز متخصص للميديكير مظبوط طيب الناس اللي في البيوت اللي هي بتاعت السينيور او الناس اللي هم في مؤسسات للمسنين بتوصلوا لهم ولا هم بيوصلوا لكم ولا بيوصلوا ازاي يعني بيعملوا ايدول حلو سؤال رؤى احنا بيبقى لنا اتصالات بالمديرين او المسؤولين او الاون الاونر لو المكان دا لي حد اونر بنبقى لنا اتصالات بيهم وبنتصل بيهم نبعث لهم يعني الحاجة بتاعتنا اه يعني بنتكلم عن نفسنا بنقدم نفسنا من خلال تقدروا تعملوا ايه البروشور بالزبط وبنقولوا ان احنا ممكن نيجي لغاية عندهم ونعمل بريزنتيشن او التأجيم بنقدم بنعرف ايه اللي بيحصل وبنكون طبعا امناء جدا معيهم ومش كل هدفنا ان احنا بس نغير لك ناخدك من شركة نحطك في شركة لأ احنا كل هدفنا ان لو في عندك متاعب في الشركة اللي انت فيها او حضرتك او حضراتكم فيها او في متاعب مع اللي بتروحوها في الادوية في صرف الادوية او في متاعب في المواصلات او في متاعب في اي حاجة من البينفت اللي بتتقدم مع الميجي كير احنا بنقدر ان احنا نسهلك الحاجات دي وننصحك بايه احسن شركة تكون تنفعليك ومعظم الوقت على فكرة احنا مش بنغير الشركات يعني معظم الوقت لما بدرس الحالة واشوفها بقول لأ حضرتك انت كيرا كويس جدا خليكي مع اللي انت فيه بس بيبقى فيه تعديلات بسيطة بيبقى فيه حاجات بسيطة لكن مش يبقى كل هدفنا ان احنا بس عايزين نيجي نعمل سيل او نغير الشركة اللي انت فيها طب دي خدمة امينة جدا وخدمة جيدة جدا ويعني بجد دي ربنا يبركلكو فيها لانه فعلا الناس الكبار الى حد كبير ممكن يتوهوا في القوانين وممكن يتوهوا في الاجراءات اللي فيها تفاصيل كتير طيب بصراحة يعني حيدفع كام لا احنا مش بناخد اي يعني اي فيز على السيرفز اللي احنا بنعملها كمان يعني في حاجة الاهم من كده ان دول لو قولي بيبقى جروب كبير عدد احنا بنروح افراد بنروح للأفراد في بيوتهم يعني لو اتنين مثلا او حتى لو فرد واحد وجاله الكارت الميجي كير ومش عارف يعمل ايه فبيتسم بينا بناخد معاده بنروح له فثانا احنا بنقوم كمان يعني حتى لو مش قادرين ييجو لغاية الافيس بتاعنا ويجوز احنا بيبقى عندنا يعني الرب مباركنا وعندنا اربع فروع فبالرغم من الاربع فروع انهم في اماكن يعني تقريبا تغطي جزء كبير من كاليفورنيا حتى لو مش قادر يروح اي فرع من الفروع دي بناخد معاد وبنروح له البيت لغاية عنده وبنقوم بكل حاجة من غير ما ناخد اي انتو عدد كبير بقى يعني مش فرد شركة على قد اه شركة طبعا بفيه عدد من الناس اللي بيخدمه في المجال ده طيب لو انا عندي ميديكير وانا عايز اغير الدكتور انا خلاص دخلت في الميديكير بس دكتور مش مريحني ويمكن الدكتور كويس بس انا انا ليه راحة نفسية معينة الكبار لهم سيكولوجية مصبوط طيب هل ده اقدر ولا يعني اقدروا تساعدوني ازاي في الموضوع ده طيب بالنسبة لتغيير الدكتور ممكن حضرتك من حقك كل شهر تغيري الدكتور كل شهر اغير الدكتور لكن تغيير البلان نفسها الشركة اللي انتي فيها تتلاي من الشركة تروحي في شركة جي اللي ليها انرولمنت تايم يعني وقت للتأجيم جي اللي ممكن هتبقى صعبة ان لو حضرتك مثلا مش مرتاحة مع الدكتور فلان وعايزة تروحي الدكتور تاني فانا ببص على الديركتور بدخله على الكمبيوتر وشوف اسم الشركة الاقي الدكتور بتاع حضرتك الدكتور اللي حضرتك اخترتشي عشان تغيريه مع شركة التانية خالص غير اللي معايك فبطر ففي الحالة جيبت بيعاز غير الشركة فهقولك مش هقدر لان وقت الانرولمنت قفل هنستنى لما ييجي تاني وقت الانرولمنت لكن لو الشركة جي نفسها فيها اللي اتنين دكتور اللي هو انتي مش مريحيكي ونفس الدكتور اللي تنقلي فيه ممكن بنغيرلك في اي وقت في خلال السنة يعني لازم ابقى عارفة امتى الوقت اللي فيه التقديم عشان لو انا حابة اغير لو حابة اتغيري الشركة مش الدكتور مش الدكتور لكن الدكتور لو في نفس الشركة اقدر اغيره في اي وقت زي ما انا عايز وبالتليفون يعني اقدر اتصل بيكو واقولكو انا مش حابة ده او مش مرتاحة معايا طيب ازاي اقدر الحالة بتاعتي تتناسب مع البرنامج يعني ازاي حالتي ممكن تتنق ما هي فيه برامج كتير زي ما حضرتك قلتي وشركات كتير ازاي حالتي انا الصحية المختلفة عن حالة باقي الافراد تتناسب مع هذا البرنامج ازاي ازاي اعرف ده اعرف ان حالتي تمشي مع البرنامج ده او البرنامج ده اعمل ايه برضو حضرتك بتتسجيدينا حاجلكو برضو وهو ده تقريبا خلاصة اللي احنا ذكرنيه ايه فاحنا لو عندنا 12 شركة تخيلي حضرتك ان كل شركة فيها تقريبا اربع برامج فكل شركة ليها اربع مختلفين من انواع الناس اللي امتى اخد حضرتك احطك في الشركة دي مع البرنامج ده ده بيرجع بقى للي احنا درسناه وعرفناه كله فبتبقى حاجات يعني اكتر عايز اقول انها خاصة قوي ان انا ماينفعش يعني عشان كده احنا بنقولها بتبقى individual بعض مع حضرتك لوحدك يا ام اروح لك البيت يا ام بتيجي الافيس بتشرفينا لكن لما بنقعد معاكي بنعرف ايه اولا الامراض اللي عندك الادواء اللي بتخجيها بيحط كل ده على الكمبيوتر وبيبلنا مع الجداول اللي خدناها وبعدين بعرض عليكي حضرتك طبعا مش هتبقى عارفة الفرق بين الشركة جي والشركة جي والشركة جي بعرض على حضرتك فيه الشركة جي والشركة جي بس شركتين هما اللي تناسبوا مع حالتك لو حضرتك اختارتي جي اخترتها ليه انا بساعدك في الاختيار واول حاجة بنختارها ليه بنقا على الدكتور مين الدكتور اللي انا معاه او انا عايزة الدكتور الفلين اول حاجة بجيب اسم الدكتور وعمل سرش عليه واشوفه هو عامل عقد مع انهي شركة وبعد كده برجع لاني جي اول حلقة بمسكها وادخل بيها وابتجي اكمل طيب يعني انا مرحبة بصراحتك وانك عمالة تدي معلومات ويعني مش قلق انا من المعلومات دي شكرا فكملي معايا وقليلي انتي دلوقتي قلتيلي انه فيه اربع بلانات اربع بلانز انا ممكن ادخل في ده او في ده او في ده بس لازم ارجعلي صحيح انا مش عايزة ااخد حالات فردية لكن لخصيلي او اشرحيلي باختصار ايه هم الاربع بلانز دول ممكن يعني عشان انا بقى عندي فكرة حتى عامة طيب انا معلش هرجع تاني باللي احنا قلنا ده ان الاربع بلانز دول ماينفعش ابقى اخطار ادخل في واحدة منهم لان انا لازم اكون واحدة بس منهم يعني الاربع بلانز عبارة عن لو انا ديابتك دي حالة لو انا عندي كريتكال انس اي حاجة فشل كالوي بعمل ديالس اتاها دي حالة تانية لو انا ميدي ميدي دي حالة تالتة لو انا عندي ميدي كير بس وعندي انقوم عايزة اشتري انشورانس اللي هو الاسم السابليمنت دي حالة ربعة دول البلانات اللي انت تقصديهم بالزبط فانا ماينفعش اخد واحدة منهم انا هبقى واحدة منهم يعني انا الحالة بتاعتش هتمشي على واحدة يعني انا مثلا عندي ديابتك يبقى هي بس ديابتك يبقى انا هشوف فين البرنامج اللي بيمشي مع الديابتك اللي هم اللي عندهم السكري وبعدين اشوف انهي شركة بقى من الشركات اللي تتناسب معيك حسب الدكتور بتاعك فانا لما هاجي هارض على حددك مش هارض الاربعة خطط لأ انا هارض الخطة الواحدة اللي بعد ما اسأل حددك انت عندك ايه طب انا عندي حاجات كتير يا سوس عندي ديابتك وعندي مفاشل كلاو يعني وتبر انا كبيرة سنا عدد بقى 65 اعتبريني 75 وبقى عندي شوية امراض هتعملي معايا ايه فيه شركة بقى دي بقى بترجع للشركة في معانا شركتين من ال 12 شركة دول هم المتخصصين في الحالات الصعبة قوي اللي هم يقبلوهم بدون اي اسئلة بدون اي اوراق رايحة وجاية وفحصات وكده هم دول متخصصين للحالات اللي انا بيبقى عندي فيها مثلا 3 ا4 امراض من الامراض الكبار على طول بقى بشوف حضرتك برضو تاني ارجع للدكتور بياخد واحدة منهم بياخد بياخد الشركة الفلانية ها اقولك بس تي الدكتور بتاعك بياخد دي او دي وفي كلتا الحالتين ما بيفرقش دي من دي فانا هاختلك دي علشان كذا 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 طيب الميديكر ده اجباري رجي ان انا عندي ميديكال ومش عايز ادخل في الميديكال هل ده من حقم انا عندي ميديكال خلاص انا انا مش شايفة انه في فرق وما ده ميديكال حيعالجني وده ميديكير بيعالجني وانا بدل ما ادخل في الزحمة دي وكل شوية ارجع خلاص انا اكتفت بالميديكال هل ده اجباري؟ طبعا اجباري سؤال رائع جدا طبعا بشكرك عليه فعلا الميديكير ده فعلا اجباري وعليه او قرامة وكان علي يعني المفروض ان انا من هما الفئة اللي بتدفع 104 في الشهر وما دفعتش وفدلوا يبعتولي وبعدين اتعمل لي termination يعني لغوه من عندي طبعا ده برضو عليه penalty جامدة وفي نفس الوقت ده انا بديها لك فانت لو اهملتها او ما اتدرتهاش واتخدت منك ما بتتخدش تتخد قطيني بس مش بالسهل لها بقى قوانين ولها penalty بتدفع عليها ولها عدد سنين يعني ممكن تعادي تلات سنين محرومة منها بتدريش تخديها لغاية ما يعدي وقت معين وبتخديها تاني بس بقى اعلى بدل ما بدفع 104 بدفع اكتر لما انا عدي medical الميديكل مش هيغطي الميديكل مش بيغطي بس مش بيغطي كل حاجة مش بيغطي باجي في حالات بقى بعد السن ال65 لو في عملية ومحتاجة علاق طبيعي الميديكل مش بيغطي هنا حالة الميديكير بقى بتغطي ان انا ممكن ما روحش اماكن ممكن يجبولي لغاية البيت في حاجة تاني ان انا بيبقى عندي الجم بشترك في ان انا محتاجة مع السن بتاعي لو في اي مرض او حتى لو ما فيش ببا محتاجة ان انا اروح اعمل exercise بروح اعمل فده برضو من حقك بيبقى completely free في كمان بيتعملك لحاجة للترانسبورتيشن بنبعتلي الكارت انتش بيبقى عندك الاكسس او الباس او الاوتوبيز ده بيجي ياخد حضرتك ويوجيكي الاماكن اللي انت عايزيها طيب البيت بتاع المسنين لو انا دلوقتي البيت مقيمة فيه وانا المستشفى يعني بتبعتلي اللي يتابع ده انا بشوف هنا في بيوت للمسنين نظبوط الميديكير يعني بيغطي الاقامة وبيغطي اكلهم وبيغطي جربهم ولا الميديكير بيغطي العلاج بس بتاعهم الميديكير بيغطي المستشفى والدكاترة بس اللي هو بارتي ايه وبي لو انا اشتاكت في بارتي دي بيغطي الادوية لو انا عندي امراض باخد عليها ادوية كتيرة عالية الشركة اللي احنا بنعملها بقى لما اجي احط حضرتك سواء ميديكير ميديكيل وبجيكي الشركة جي تدخلي فيها او لو انت ميديكير بس وبحطك برضو في شركة تاني الشركة جي بقى هي جي اللي ممكن عندها الخدمات اللي هي حاجة زي يعني انا تعبت ومحتاجة حد ييجي عندي ساعات معا الدكتور امر بساعات معينة حد يجي يساعدني في البات حد يجي يساعدني في الشوبينج حد يجي يعمل لي الاكل حد يجي ينظف لي كل ده هنا بقى الميديكير بيعمله اللي هي الشركة اللي حضرتك دخلت فيها هي جي اللي بتقدم الخدمة جي وما بتدفعيش حاجة بيبقى كله مدفوع من الشركة بتاعت وده انا لما بجيلك بتعرفي حالتي وبتحطيني في النظام اللي ممكن احد الشركات تغطي ده عندي مظبوط طيب لو انا مش عايزة حد بقى ده انا عايزة اقيم في مكان احنا بنسميه في مصر عاية مسنين لو انا عايزة اقيم في هذا المكان اقامة طبعا فيها ايجار فيها نور فيها ميا وممكن يبقى فيه مسنين تانيين ده انا حدفعه انا اصلا ما بشتغلش طبعا دلوقتي بتكلم على الفئة المسنة الكبيرة اوي وده ودول موجودين ودول بنشوفهم الميديكير بيعمل لهم ايه لا ده ما لهش علاقة بقى بالميديكير ده بيبقى تبع السوشيال بالكامل هم بقى اللي بيدرسوا الحالة ويشوفوا قد ايه فعلا احتياجك وقد ايه الانقوم بتاعك فيه بيبقى عندنا برنامج اسمه low income subsidy ده احنا بنساعدك بنقولك عليه بنحكيلك عليه وبنعملك الابليكيشن بتاعه بتقدمي فيه ده اللي هو فعلا فعلا الانقوم بتاعك مش قادرة تكملي علاج مش قادرة تكملي الدفل هول القصة بتاع المية وربعة مش قادرة تقومي بانك تدفاعي الادوية ده احنا بنقدملك عليه وونس ان انتشي بتجيت كواليفاي فيه بتبقى حضرتك بتقومي بيه بيساعده معاك بس كل ده في العلاج يعني ما لناش اي علاقة بالسكن او بال لكن الخدمات زي ما قلت حضرتك اللي هي in home service لانها خدمة لها علاقة بالعلاج برضه بالزبط كده برعايتك كمسنة مظبوط طيب المسنة اللي مش citizen هتعمل ايه؟ جيب تبقى عندها ميديكال اللي هو حسب الانكم لو محطوطة مع ابن او ابنة وهما عاملينها claim here as a dependent مع التاكس ايوة فبالتالي طبعا مش هيبقى لها ميديكال ابدا لان طالما فيه انكم بيرجع للانكم وبيدوها insurance لو هي لوحدها خالص خالص ما عنداش اي انكم فعلا بنقدم لها على ميديكال اللي هو بالكامل free وبتقوم بالكامل بالعلاج بس برضو زي ما قلت لحضرتك بيبقى kind of limited فيه حاجات معينة ما بتتغطاش يعني فيه حاجات الميديكال يقولك ما بصرفهاش ما بقدرش على مصرفه طيب ما هم دول عايز اقول دول فئة كبيرة كتيرة وكده هي مظلومة لان هم كبار عايزين علاج طبيعي عايزين عمليات عايزين هم دايباتك غالبا يعني دي كده فئة مظلومة ولا تقدر تشتري insurance من اي شركة تانية او من اي تأمين تاني مهي ما تقدرش ما هو ما ينفعش مع الميديكال ما هو الميديكال دا الواحده insurance اي نوع فلو حضرتك low income او انا لو ما عنديش income خالص اي وقلت كده فعلا واسبت كده وخدت الميديكال ما قدرش راح اشتري insurance لان انا ما عنديش ادفع حاجة طب الميديكال ما بيغطيش الاسنان وانا سناني وقعت كلها طب انا عايزة عالك سناني دا حقيقة طيب لروح تقدر تجيب تأمين او insurance للدينتل اه للدينتل ممكن لو هي عايزة هتجيب دينتل او دينتل او vision او بس كعلاج كعلاج بقى يعني يبقى انا عندي ميديكال ويبقى عندي insurance تاني خاص دي اللي ما بتنفعش ما تنفعش لان الميديكال هو مفروض انه بيغطي حتى لو ما غطاش اللي المفروض يغطيوني انا ما قدرش دا مفروض يعني الناس الكبار دلوقتي لازم يحرجوا عشان ياخدوا سيتزي عشان يدخلوا في الميديكال اه موكي ضيب انا سمعت معلومة او يعني انا مش متأكدة من صحتها لكن انا سمعتها انه على يوليا الجاية عالسنة الجاية ان نظام التأمين الصحي سيعمم لكل الناس سواء معا سيتزين او معا وورك بيرميت او معا سوشيال كل الكلام دا ما يهمهمش كل من ما هو مقيم في على ارض كاليفورنيا هيبقى عنده تأمين صحي زي بوستون بوستون كده كل الناس اللي بتنزل يعني دي بعض الولايات اللي مجرد ما حط اثبت انه مقيم بيتعمله تغطية كاملة للعلاج هل دي حاجة حتفيد في الميديكار هل دا ممكن ينسحب على الميديكار يبقى الناس اللي معهم جرين او معهم سوشيال يدخلوا بقى كمان هم مرخين في الميديكار ولا مش متوقع دا لا دا مش متوقع يعني مش هيكون لانه اللي حضرتك بتقوليه بتقصدي به التأمين الصحي اللي هو ميديكار اللي هو ما كانش ينفع لأي حد توسع قوي وبقى لفئات ما كانتش تحلم ان يكون عندها او اللي هو اتعمل كفرت كاليفورنيا اي نوع من الانشورنس لازم يبعندك انشورنس لكن ستل الميديكار اللي بتوع الستيزين بس طيب بخبرتك ايه هي الصعوبات او المعوقات اللي بتقابل الناس في الميديكار بخبرتك وبالحالات الكتيرة اللي مرتي بيها ايه الحاجات اللي بتقابل الناس المسنين وبتاع ما بيبقاش فيه سهولة في انهم يحصلوا او جوه الميديكار نفسه بيبقى عندهم صعوبات زي ايه هنمسك الفئة اللي هي الميدي ميدي دي اكتر ناس بتقابل الصعوبات او هما يعني انا يعني بحترم جدا جدا سنهم وبحترم جدا جدا انهم غير قابلين للتغيير بسهولة او بصعوبة او غير قابلين لتغيير اطلاقا فكان الميديكال في الاول بيعامل كمعاملة البي بي او يعني ايه يعني انا اروح للدكتور اللي انا عايزيه ومش مستني ان انا اخد اصريزيشن من الدكتور يدوني بعد اسبوع او اسبوعين عشان اروح لما تفتح باب اوباما كير او كفرد كاليفورنيا والميديكال اتعمل اكسباندنج وبقى للناس كلنا وبقى اجباري فابتدى دلوقتي يبقى فيه لميتت شوية فالناس دول افتكروا انهم اتظلموا اللي هما كانوا متمتعين بالميديكال على اساس انه بي بي او اتحول كل الميديكال دلوقتي اله م او فبقى اللي عنده ميدي ميدي بقى يعامل كه م او يعني انا لازم اخد اسرة زيشة من الدكتور عشان اروح بالزبط فا احتضن الموضوع ده برنامج اسمه كل الاحبة اللي عندهم ميدي ميدي لازم الجواب ده هيكون جالهم اسمه كل ميدي كونيكت ده برنامج بيقدمهولي علشان اللي هو اللي احنا حكينا فيه الامبريلا اللي تمسك الميدي بالميديكال بالميديكال يس خلاص بس ده بري بري لميتد يعني لميتد قوي في السنين لميتد قوي في الادوية في الفيجن في الفيجن طبعا كل عيون مفيش جيم مفيش الان هوم سيربس كل الحاجات دي فيري لميتد الجواب ده بيجيلك في ناس كتير قوي ما بتهتمش به فهو مدته تسعين يوم ومكتوب فيه انا ما بهتمش به وما شفتهوش بعد تسعين يوم اوتوماتيكلي بتلاقي نفسك فيه دخلت فيه وجالك كارت انت لقدمت في حاجة ولا مضيت حاجة بس ساعتها فعلا بتجد بانك وطبعا مع السن وانا مش بحب التغيير وانا ما اخترتش البرنامج ده وما اخترتش الدكتور ده فبلاقي نفسي في وضع ساعتها بقى احنا برضو بنكون الحل بتتصلوا بينا طبعا بيبقى يعني بيبقى فيها وقت شوية ان انا اشيلك من البرنامج ده وادخلك في بلان تانية تنفع مع حضرتك وما تبقاش متعبة ليكي ومع نفس الدكتور غير اللي هما جالهم الجواب على طول وراح اتصلوا بينا طب الجواب ده جالي انا اعمل فيه ايه بنلحقهم على طول ساعتها نروح حطنهم في الخطة الصح او الشركة الصح اللي بتبقى ماتش مع الدكتور وتبقى ماتش مع الحالة بتاعتهم اهم حاجة ان انا علشان اعيش مرتاحة اهم حاجة في الموضوع كله ان انا يبقى عندي برايماري دكتور انا عارفه وليه علاقة معي كويسة طيبة هو ده اللي هيريحني لما اجي اقول له يا دكتور انعبني واجهني عايز اروح للدكتور العظام فعلا هيحولني الدكتور العظام بس انا ماينفعش ان انا النهاردة قلت له يبقى انا مستنيه بعد بكرة هروح لان انا قدامي طبعا يعني قبلية مثلا في عشرة فهي الموضوع بس ان احنا نتفهم الوضع وان احنا فعلا دي اكتر مشكلة بتقابل الاحباء اللي بنديهم كل احترام اللي هما ما بيبقوش محتملين التغيير وابتدوا يتزمروا من حتة اله مو وحتة الاثرائزيشن والتحويل بيبقى بسيق مظبوط ده مظبوط وانا كبيرة وحاجة ما واجعاني انا عاوز اتعالج دلوقتي عندك حال يعني خلقي بيبقى دي يا جماعة انا تعبانة السيكولوجية الكبار مختلفة عن وده مش مش شايفانه بيتراعى في التعامل مع الكبار يعني انا ماينفعش اتعامل مع حد وعظمه بيوجعه واستنى عليه لما يتحول ولما يجي له الجواب وبعدين لما يجي له الجواب معرفش هيحوله المين وبعدين ده مع الكبار صعب فهي فعلا حاجة صعبة عليهم هل نقدر يعني انتو كمكتب وكليكو بقى علاقات تقدروا تطلبوا بدا تقدروا تقولوا للبرايمري دكتور اللي انتو بتتكلموا معاهم يعني ياريت البروساس يكون او الخطوات تكون اسرع شوية ولا ده مش دوركم مش ما تقدروش هو احنا لينا دور في ده فعلا ان احنا بتدينا نعمله بعد سنة خبرة مع كفرد كاليفورنيا ومع شكاوي من الدكترة في انه هم ربنا مباركهم وعدد البيشن عندهم كتر فبيجي عشان اخد معايد اخدوا بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع ابتدينا فعلا نشوف فينتين نقدر يعني بدل ما يبقى عندنا خمس دكترة بس بنحول عليهم ممكن بنتوسع ونعرف يبقى عشر دكترة فبنقدر بالطريقة جيه لو الدكتور ده عنده مثلا بيجيني معايد بعد ثلاث اسابيع بدل ما بعرض عليك يقولك احنا عندنا الدكتور ده لا احنا عندنا خمس دكترة بدل دكتورين او عندنا ثلاث دكترة بدل واحد فديه اللي بنقدر نعمل فيها لكن برضا عايزة اطمنك واطمن المشاهدين وفعلا فعلا بكل امانة الدكترة بتبقى عارفة الحالة بتاعة المريض قد ايه يقدر يستحمل المدة بتاعة الويتنج عشان احوله بس هو احنا عشان مع السن ومع اني ما بقدرش استحمل القلم او خلاص انا عايزة يعني مع السن بتاعة ان انا عايزة لما اقول اعايزة اعمل اتحاول النهاردة اشوف دكتور عزام يبقى اشوف دكتور عزام فهي بتبقى لازم من الناحيتين تتقابل مع بعض لا طبعا ده اكيد معلومات قيمة ودقيقة وبالتفصيل اشكرك بجد انا سعيدة بلقائي معاكي واكتر حاجة يعني عملالي سعادة انه انا قاعدة مع امرأة شطرة اشكرك ودي حاجة بتسعدني وبتقصدني جدا كل لما بشوف ست كده شطرة وبتفهم في شغلها ونجحة ده شيء بيجعلني فخورة بيها بشكرك شكرا جزيلا واتمنى اني اشوفك كتير في لقاءات كتير ومتعددة لانه اكيد مش لازم نتحرم منك يعني وهنطلع فاصل واستنوني وبعد الفاصل في مفاجأة تانية اتصلوا بالاستاذ سامي بشاي انشورانس ايجان ان بروكر لكل خدمات التأمينات اتصلوا على 888-440-0411 او 714-335-4400 وزوروا موقعنا على والدنوي انشورانس كلمة تعني الامان تعني ان نكون في امن وامان وده ضد الخوف والتأمين هو مفهوم بيساعد كل الناس كل الاشخاص على اكتياز المخاطر والصعوبات اللي ممكن تحصل لهم في الحياة علشان كده التأمين حاجة مهمة التأمين كمان بيساعد اقتصاد الدول لانه الفلوس اللي بياخدوها من الناس بتدخل اكيد في استثمارات والاستثمارات دي بتشتغل فبتخلي اقتصاد الدولة عالي عشان كده كل الدول بتهتم بفكرة التأمين في المرة اللي فاتت زي ما قلتلكوا تكلمنا عن التأمين على الصحة اللي هو القانون اللي طلع به بريزيدنت اوباما واللي سمناه اوباما كير النهاردة حنكمل سلسلة التعارف على باقي بوالس التأمين الاخرى اهلا بيك استاذ سامي اهلا بيك اسمح لنا ان احنا نكمل معاك رحلة التأمين وبوالس التأمين وانت المرة اللي فاتت كنت نوحت معايا على التأمين على الحياة قلتلي ده موضوع كبير ونبقى نتكلم فيه بعدين واحنا مفيش اغلى من حياتنا ومفيش اغلى من ولادنا والناس القريبين مننا يعني قلنا او كلمنا النهاردة عن بوليسة التأمين على الحياة بشكل خاص شوية هو فيه ثلاث انواع رئيسيين لللايف انشورنس او التأمين على الحياة فيه نوع بيكون ارخص في السعر اللي هو بنسميه تيرم لايف انشورنس بيكون البوليسة بتغطي الشخص اللي بيشتريها لمدة عشر سنين او خمساشر سنة او عشرين سنة حد اقصى تلاتين سنة دي بتكون افضل سعر لان بتبدأ من اربعتاشر دولار في الشهر لو عملنا وصيقة بمبلغ روبع مليون دولار يعني لو الشخص اللي شاري البوليسة اتوفى خلال فترة البوليسة اللي هي الثلاثين سنة او العشرين او العشرة الورثة بياخدوا المبلغ دول فاحنا معنا اكبر شركات في امريكا كلها ريتد اي بلس زي متلايف زي بردنشال زي باسيفيك زي ترانز امريكا اللي هي مملوكة البنكو في امريكا وبنعمل كوت بيدينا اسعار خمسين شركة على الاقل بحيث نجيب للعميل افضل سعر مع شركة تكون الريد بتاحها اي بلس يعني معنا شركات ابتدت زي متلايف ابتدت البزنس من سنة الف توممية تمانية وستين لما بنعمل معها الوصيقة بربع مليون دولار بتبدأ من اربعتاشر دولار في الشهر لو لمدة عشر سنين لو لمدة عشرين سنة بتكون في حدود حاجة وعشرين لو تلاتين سنة بيكون في حدود تلاتين دولار في الشهر دي بتكون ميزتها ان هي رخيصة بيكون الهدف منها لو رب الاسرة او العائل للاسرة عايز يأمن انت عارف عددك ان البيوت كلها الناس بتشاري بالتقصيد على تلاتين سنة فلو حصل للعائل بتاع الاسرة حاجة اسناء فترة الاسرة بتواجه مشكلة كبيرة انه ممكن ما بقاش عندها القدرة ان هي تسدد الاقصاد بتاعت البيت وممكن في الحالات دي بتسبب ضرر وتفقد البيت بتاعها فبيكون الترمي انشورة من مميزاتها انه هو لو حصلت الوفاء الاسرة اسرة المتوفر بتقدر تستفيد بالمبلغ ده تغطي بي تمن البيت او تغطي احتياجاتهم ومصارفهم الشهرين وقولك على فكرة تانية انت قلت هالي المرة اللي فاتت انه المتواء ان في الميديكال لما الشخص بيشتري بيت بياسمه وبعدين اتوفى الميديكال بيرجع ياخد الفلوس اللي صرفها عليه كلها في حياته فلوهو عنده تأمين ما عندهوش مشكلة حيقدر يدفع الفلوس دي والبيت بتاعه برضو ما اتخدش مزبوط يعني انا بربط الكلام بتاع المرة اللي فاتت بالمرة دي مزبوط برضو احيانا بعض الناس بتشاري الترمي انشورنس اللي هو ارخص الانواع لغاية ما اولادهم تكبر يعني ممكن يقول مثلا لو الاب جراله حاجة فعياله ممكن مقداروش يقطع مصاريف الدراسة او مصاريف المعيشة بتاعتهم فممكن يقول ان اعمل مغسيقة لمدة تلاتين سنة لغاية ما يكونوا هما كبروا ويقدروا يعتمدوا على نفسهم دي ارخص الانواع ودي اكتر نوع باتباع يعني في السوق وفي ميزة كمان انه خلال فترة البوليسة حتى لو قبل ما تنتهي الفترة بسنة او بشهر او بيوم العميل ليه الحق ان هما يحولها للنوعين التانين اللي هما مستمرين مدى الحياة طبعا انه عن المستمرين مدى الحياة بيكون تكلفتهم اعلى لانه بيكون فيهم استثمار بتعتبر جزء من الاستثمار انه كل سنة بيزيد الكاج فاليو بتاع البوليسة بالمبلغ معين حسب ما بنعمل الكود بتاع البوليسة دي طيب ما لش انا هفهم بس على قدي لما تبقى البوليسة الاولى هي عشر سنين عشرين سنة تلاتين سنة ده معناه اني لازم اموت في الوقت ده في العشر سنين او في العشرين سنة او في التلاتين سنة حسب ما انا عاملة البوليسة افرد ما موتش عشان كده كل ما نشيري فترة اطول بيكون احسن يعني عشان كده التكلفة بتزيد طيب ما هولا حيقدم على البوليسة عنده كم سنة يعني احنا ننصح طبعا الناس ان يشيروا كل ما يكون سنهم اصغر لانه البوليسة بتتحدد سعرها حسب السن كل ما السن بيزيد التكلفة بتزيد تاني حاجة لو الوزن زايد بيأثر على السعر لو فيه امراض لانه بتعامل ميديكا الاجزام وكشف فحص طبي قبل ما الشركة بتعملوا الوثيقة وبيشوفوا الوزن والضغط وسكر بيعملوا تحاليل شاملة للدم والبول طيب انا يا استيس سامي اخدت الوثيقة اللي بعشرين سنة وانا عندي تلاتين سنة دلوقتي عشرين وتلاتين بقى عندي خمسين سنة ربنا اداني العمر لسبعين سنة ما هو وضع وثيقتي الحل وقتها فيه اتنين اوبشن لاما نعمل كونفيرت للبوليسة ان احنا نحولها للنوع المستمر مدى الحياة وساعتها هيحسبه السعر بناء على الكشف الطبي يوم ما شارينا الوثيق يعني لو شخصي جاله امراض معينة وزنه زاد الضغط زيادة في كل سرور كل الحاجات اللي بتأثر على السعر ساعتها بش هتأثر لانه هو هناخد بالسعر وقت ما شارع الوثيقة الترب اللي هي لفترة عشرين سنة زي المسألة الحديثة اللي قلتين طيب ما هو من يعني من مصلحته بقى يعملها مدى الحامل اول ما هو التكلفة اعلى فهنا حسب البودجيت لو هو ما عندوش المقدرة انه يشتري وثيقة هول لايف من دلوقتي فبنقوله الشري دي مسلا عشرين سنة او تلاتين سنة وليك الحق في اي وقت خلال الفترة دي انك تحولها للنوع المستمر مدى الحياة دي فكرة كويسة بتاعت المصريين يعني اشتريها عشر سنين احنا دايما نفكر ازاي نتصرف ندفع كام وهي نقلق بالزبط كده نشتريها العشر سنين وإحنا صحتنا كويسة وإحنا صغيرين بعدين بعد العشر سنين نحولها بس ساعتها تحسب السعر حسب السن وقت الشرق السن ولا الحالة المرضية كل ده بيؤثر ده مش تحويل وده أنا كأني بشتريها من اول وجه لا لا بس ما احنا جارانتي انه مش هيبقى فيه ميديكا الاجزام الوقت ما نحولها دي الميزة لانه معروف انه كل ما سن بيكبر معرض لامراض معينة فلو هو شارك تير من الفترة عشرين او تلاتين سنة من حق اخلال الفترة دي بيقدر يحولها لنوع المستمر مدى الحياة من غير ميديكا الاجزام دي الميزة في النقطة دي لكن السعر يتحسب على سن وقتها لكن العشر لكن انا لما اختار عشر سنين او لعشرين سنة او لو تيفر تلاتين سنة برضو انا عندي امراض في الوقت ده قد تكون بشرب سجاير قد يكون ان انا عندي شواء ضغط يعني ايا كان عمري تلاتين خمسة عشرين اربعين واتفر ده بيعلي السعر برضو طبعا التدخين بيأثر في السعر بنسبة كبيرة وطبعا كل سرول الضغط السكر يعني في بعض الاشخاص ممكن اما نيجي نقدم لها ممكن شرطة ترفضهم عشان حالتهم الصحية بش كويسة طب لو انا عندي ستين سنة وانا كويسة ينفع نشتري نشتري العشر سنين بس هتحسب السن عائلي ممكن لغاية عشرين سنة كمان ممكن لحد عشرين سنة لكن ما يفعش تلاتين سنة اقصى حاجة تبقى عشرين وطبعا هيبقى الفيز بتاعتها اعلى طبعا السعر بتحسب حسب السن وقت ما شرها وحسب الامراض وما الى زي طيب الستات هل نفس الفيز اللي بيدفعوها الرجالة لا بتكون اقل في التكلفة حاجة بسيطة ليه؟ عشان متوسط اعمار المرأة بيكون اعلى من الرجل فعشان كده بيكون السعر اقل شوية طب استه سامي احنا دايما نقول ما تكلمنيش في الحياة وانا كده لما تيجي تقول لي اعملي تأمين على حياتك لما تموتي الولادك ياخدوها ببقى رايحة مقبوضة يعني ما انت بتفول علي احنا مصريين كده يعني ايه فايدت ان انا يعني ادخل اعمل ده طب ما انا حوش لهم في البنك طب ما انا ادخل لهم ماش ما هو فيه بعض انواع لايف انشورنس بيكون فيها استثمار وادخار وكمان بتفيد في الضرائب لانه الاموال المستثمرة في البوليسة بتكون تاكسي فري لما ييجي الشخص بيقبض مبلغ الوثيقة اللي هو الفيس اما هو انت بنسميه فيعني مثلا كمثال بالنسبة للهول لايف اللي هي مستمر مدى الحياة ايوه لو شخص مثلا سنه واحد وعشر سنة بيدفع مئة واربعين دولار في الشهة بعد عشر سنين هيكون اتحوش له ككاج باليو حداشر الف ومتين تمانية وسبعين بعد خمس وعشر سنة هيكون رصيد عنده واحد وعشرين الف بعد عشرين سنة خمسة وثلاثين الف بعد خمسة وعشر سنة اربعة وخمسين الف فكل سنة فيه كاج باليو بيزيد اكتر من المبلغ اللي هو بيدفعه قائسة للوثيقة فدي استثمار جايد جدا طبعا يقدر يسحب الاموال دي في اي وقت من الوثيقة والوثيقة برضو بتغطي حالة الوفاة يعني لو حصلت الوفاة فترة الوثيقة يعني في اي وقت اللي انديه هول لايف الوارسة بياخده مبلغ الوثيقة اللي هو مثلا ربع مليون في المسأل بتاعنا زائد الكاج باليو اللي موجود حسب السنة اللي بتوفى فيها الشخص ويقدر ياخد قارد بضمان الاموال دي بفايدة بسيطة يعني انا يا استه السامي اقدر احط فلوس في وصيق التأمين على الحياة وبعد مثلا عشرين سنة اخدهم تاني استردهم لا حسب الكاج باليو لانه لما بنعمل الستريشن اللي هو زي الكوت بيديني في اول سنة الكاج باليو قد ايه في تاني سنة بيديني ترتيب الكاج باليو لغاية سن 120 سنة فبقدر اعرف كل سنة الكاج باليو هيزيد بيو بقاية الكاج باليو بتاعتي دي هاخدها انا غير لما اموت ولادي ياخدوها او جوزي او اي اختيار من اللي فيه حسب الشخص طب افرد انه على فكرة دي حاجة كويسة ده معناه انه كأن الفلوس ما بيتحسبش عليها ضرايب وكأن الفلوس بيحصل لها فايدة ايو ما هو فعلا مش بس تحويش شركة التأمين على الحياة بتحسب الفايدة على اساس 5.5% ودي تعتبر بالنسبة لامريكا نسبة فايدة عالية جدا بالنسبة لامريكا طبعا لانه كودايع في البنوك بالنسبة مع نصف المية وربع في المية او اقل من واحد في المية اه طبعا طيب اه افرد انه مش انا اللي موت اللي انا موثقة عليه هو اللي مات يعني انا بقى ربنا اداني الصحة ديني عايشة 90 سنة وانا مثلا عامل الابني وابني ده بعد الشر راح في حدث الوثيقة دي فيها ابني مزبوط من حق اللي هو الاونر للوثيقة او صاحب الوثيقة انه يغير المستفيدين من الوثيقة في اي وقت يعني عايز يغير النسبة عايز جاله مثلا مولود جديد عايز يضيفه في الوثيقة من حقه في اي وقت يعمل التغييرات دي طيب انا موت والكاش باليو بتاعتي ما خطهاش يعني انا مثلا ايلا ان انا حاخد الكاش باليو بتاعتي بعد 20 سنة قبل 20 سنة انا موت بعد الشر عليك طبعا يعني ادي امثلة طبعا عشان نقرب للناس بتشرع على كل الناس يا رب انا عالفكرة ما باجه بيع بحكي على نفسي ما بحكيش على اللي قدير من عشان كده بحكي على نفسي هل الورثة او اللي انا كتبة على اسمه وثيقة التأمين حياخد الوثيقة زائد الكاش باليو مزبوط الورثة ياخده الكاش باليو زائد مبلغ الوثيقة طب كده الورثة يقوله يا رب تموت بقى غلط كده المهم طيب حكيلي او حكيلي عن انواع بقى البولس التأمين يعني دي التأمين التأمين الحياة التأمين على الحياة اللي فيها تيرم وفيها لايف هول لايف وفي نوع متوسط في السعر بين الاتنين اللي اسمه يونيفيرسال ده مستو انه مستمر مدى الحياة برضو لكن الكاش باليو بتاعه بيتصاعد بعد كده يجي في وقت معين يبتدي يتناقص فعشان كده بيكون تكلفته اقل فهي افضل نوع الهول لايف استسمار كويس بيفيد في الضرائب مضمون انه هيدفع للورثة وانصح كل الناس نتشيروا وهي سنها صغير يعني احسن وقت الاشيره النهاردة ما يسناش لبكرة لانه ممكن حد مثلا الضغط عنده يزيد كل السور يزيد هيعل السعر فالافضل نشيروا احنا سننا صغير على اساس يبقى التكلفة بسيطة لانه المبلغ الاسط الشهري هو هو لغاية مدى الحياة مش هيتغير فطبعا ما يكون السن صغير بيكون التكلفة اقل ويكون الصحة افضل طبعا طبعا انا بسمت يعني عندي حماس للفكرة لانه انا هاخد الفلوس اللي انا دفعتها مظهور ايا كان كأنها بتتحوش لي وفايدة كأني حطيت استسمار في البنك وهو بيعمل فايدة فانا هاخدهم وكمان هضمن لولادي يعني مستقبلهم فكرة التأمين انه هو زي فلو اي انسان بيجيله اوقات او مخاوف انه لو جراله حاجة وصيرته هتعمل ايه من بعده فالتأمين على الحياة بيدي امان بيدي امان بيدي امان بيأمين لي حياتي وحياة الاخرين فيبقى انا بقى كشركة انا بديت الناس الفلوس وديتهالهم بفايدة وكمان بعد وفاتي هتفعلوهم نصف مليون انا كده استفدت ولا بقى خسرت كشركة اما هالشركة بتلم الاقصات من الناس وبتستثمرها وعدين يعني خاصة بالنسبة للتيرم بيكون تكلفته بسيطة زي ما قلنا بيبدأ من 14 دولار في الشهر لكن لو حصلت الوفاء للشخص بيدفعه ربع مليون فهو بشكل الناس اللي شارع التيرم هيحصل لها الوفاء فممكن مثلا كل مية واحد منهم بيموت فكاين الاموال اللقصات اللي اتجمعت من باقية الناس مع الاستثمارات هو ده اللي الشركة بتغطي منها على الفكرة اغنى شركات في امريكا شركات التأمين الحقيقة واقل شركات بتطلع او تنفس انا انا استثمي لما قريت عن التأمين لقيت انه التأمين ده استثمار رائع للدول عارفة حضرتك كاليفورنيا فقط تأمين العربيات تكلفته 19 بليون دولار في السن فدي ارقام مهولة طبعا يعني واستثمار عالي واقتصاد الدول بيعلى وهي دي افكار الدول الرأس المالية مزبوط ازاي وفي نفس الوقت هو بيأمن المواطن يعني زي اقول محادتك مثلا شركة متلايف عدد الموظفين فيها 66 الف موظف فطبعا شركة عريقة طبعا استثمار وعمالة وتفكير تفكير كويس جدا طيب يعني ايه الوقت المناسب اللي اقدر اشتري فيه تأمين او اجري عشان اعمل بوليس التأمين ايا كانت يعني لو البوجيت او الميزانية ما تسمحش بالهول لايف عشان تكلفته هو اعلى نوع في الانواع انصح ان الناس يشيري التيرم لانه 14 دولار او 20 دولار يعني كأنها غدوة او عشوى يعني في يوم كل حاجة بنفسر او زي اتنين كافي تلاتة كافي يعني فشة صحيح فحاجة مهمة عشان لو حصل اي مكروف في المستقبل نكون متطمنين على اصالها بس انت قلتلي ان ده لازم سن صغير ما هو ممكن من سن 18 يشتري يشتري وعدين احيانا يعني احنا متلايف بنعمل لعربيات تأمين السيارات وتأمين البيوت وتأمين الليف لان بتعمل كل الانواع دي بتعمل دين تلكمال فلو احنا عملنا وصيق التأمين على الحياة مع متلايف ومعنا العربيات بناخد خصم 5% على العربيات فممكن الخمسة في المية دي تكون زي 3-4 شهور في ري يعني لو واحد بيدفع 20 دولار في الشهر ممكن ياخد خصم في العربيات مثلا 80 يبقى ده كده كانو خد 4 شهور من السنة ببلاش وقلتلي ان في تأمين دين تلكمال ده 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 يعني ده قصدي في جوة نفس الشركة نفس الشركة فتقدر هي تعمل تخفيض لمجموعة بوالس التأمين دي لكل فرق يعني لما بيكون عربيات وبيوت ولايف بناخد كل البوالس بتستفيد خاصة طيب انا عايز اتكلم او اسأل حضرتك عن يعني اشرح لي واشرح للناس ايه الفرق ما بين التأمين والبوالس التأمين وفكرة الاضخار هو انا مش اقدر اخد فلوسي وادقالها البنك والبنك برضو هيجيب لي استثمار او هيجيب لي فايدة وخلاص وفلوسي موجودة معايا ايه الفرق احنا زي ما قلنا انه فوادي البنوك بتكون اقل من 1% فلما بنيجي نشاري مثلا لايف انشورانز بيحسبوا الفايدة على اساس 5.5% فبتكون اعلى وفي نفس الوقت بتكون حماية للأسر انه لو حصت الوفاء العقل للأسرة بالأسرة ما بتوعنيش مشاكل مالية لانه بيقدروا يسرفوا مبلغ الوثيقة مباشرة بعد الوفاء طيب التأمين على التعليم انا سمعت ان فيه بوليس التأمين على التعليم اللي حضرتك بسمتها لي يعني ال 529 ايه او 29 ايه ال 529 ده ده رقم الكود بتاعها في المبنع من الفايل للتاكسيس وهي لها اسم تاني اللي هو يعني لو اصر عندها اطفال صغيرين بيقدروا يدفعوا مبلغ كل شهر لما يجي اولادهم يجباروا ويخشوا الجامعة بيقدروا يسحبوا المبلغ دوت طبعا بيكون المبلغ علي لانه بيستثمر لانه نقدر نستثمره في مونيو ماركت حسب الطريقة اللي الشخص بيختاره وبنقدر لان التعليم الجامعي هنا مكلف جدا فبالتالي الفلوس دي بتقدر تتوجه لتكاليف التعليم بتاعت اولادهم يعني ايه الفلوس دي بتستثمر حسب ما انا اختار يعني مثلا لما نيجي نختار البيلان دي اللي هي بقدر استخدمها مثلا في سنديق السسمار او اقدر استثمرها في سوق المال اللي هو المونيو ماركت او سنديق السسمار انا مالي انا مش بشتري البوليسة وبدفع سقط بتاعتي ما هو الشركة اللي بنشاري منها عشان تدينا ارباح بتستثمر الاموال دي لانه لو ما استثمرتهاش هيدينا نفس المبلغ اللي احنا بنتدخله طبعا انا اللي بختار ولا الشركة اللي بتختار العميل هو اللي بيختار والعميل بيختار والاستثمار بتاعه بيرجعله؟ الفايدة دي بترجعله؟ يعني مثلا ممكن في بعض الناس بيش عايزين يجسفه فبدل ما يستثمروها في اسهم وساندات وستاق ماركت ممكن يستثمروها في وديعة اللي بنسميها سي دي فدي بتكون فايداتها اقل بس مضمونة ما فيهش اي مخاطرة لكن فيه ناس يحب تستثمر في البورصة ممكن بتجيلها ارباح كبيرة اوي ممكن بتحصل بعد الشهر حاجة تقلل الا 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 استثمم ده طب استثمي وممكن نعمل ميكس ممكن نختار مثلا جزء الـ وجزء الـ وجزء الـ طب انا عايز اقف عند النقطة دي شوية معرش عشان انا واحدة بتحب الاطفال وبتهتم بيهم بتهتم بتعلمهم وانا شايفة ان كل اسر عندها اطفال لازم تركز في الجزئية دي شوية أنا دلوقتي عندي طفلين تلاتة وتفر وعايزة أروح حاجة لحضرتك حاجة للشركة حاجة للجولدن واي وحقول لهم أنا عايزة أشتري بوليسة التأمين اللي لها علاقة بالإدوكيشن أو اللي لها علاقة بتعليم أولادي حيقولولي تفضلي أنا بتخيل السيناريو أدي تفضلي البوليسة هاي امضي واكتبي وقولي حال تيكو طبعا أول سؤال بنسأله إيه الهدف من الوثيقة دي يعني في بعض الناس عايزين يستفيدوا ضريبيا فيه ناس عايزين يتمنوا على أسرهم لو حصل لهم مكروف في المستقبل فيه إنسان عايز يستفيد بالوثيقة دي أثناء حياته ضد أمراض معينة يعني فيه وثيقة اسمها Living Benefit Living Benefit دي بتأمن ضد الحياة يعني لو الشخص توفى الوثيقة بتتدفع للورصة وفي نفس الوقت لو حصل disability بيقدر ياخد دفعات شهرية لمدة خمس سنين حسب طبعا مبلغ لما بنعمل الاليستيريشن أو الكود بنقوله لو حصل disability هتاخد لا إما مبلغ مرة واحدة أو مبلغ على دفعات لمدة خمس سنين برضو Living Benefit دي بتغطي اللي هي الأمراض المزمنة زي مثلا حد قاله هاردة أتاك فساعتها الوثيقة تدفع له برضو فيه اللي هو terminal illness لو حد قاله مرض بعد الشهر زي cancer فبرضو الوثيقة تدفع له ساعتها وفيه critical illness طبعا كل شركة بتحاول تقدم package بيهتم بجزء معين لكن الفكرة أنه دايما الناس ولينا فيه وصائق أقدر أستفيد بيها أثناء حياتي فاحنا بنقوله فيه Living Benefit فيه وصائق تفيدك لما تطلع معاش فهنا حسب الهدف للشخص عايزه هو عايز يوفر في الضرائب عايز يحمي نفسه أو يجد مبلغ من المال في حالة حدوث أي مرض ليه عايز يساعد أسرته لو حصلت الوفاء حسب عايز يستثمر عايز يتدخر حسب ما بنشوف هو ميولو إيه وبنواجهه للوثيقة اللي بيكون أنا جاية ميولي دلوقتي أعمل وثيقة لتعليم أولادي للتعليم بتاع الأولاد عموما عندي ثلاث أربع أسئلة فيها واحد افرض أن الأولاد ما وصلوش للجامعة دي نمرة واحد ما رحش جامعة رح تجاه تاني أنا بقلت للجامعة لكن هو رح تجاه تاني وقف التعليم عند الهاي سكول لأي سبب من الأسباب وضع الوثيقة بيقدر ياخدها بس بيكون في بيلانتي في غرامة يعني أي حاجة ممكن تتحول لسيولة قبل انتهاء الوثيقة بس ممكن ساعتها يكون في بيلانتي تم ممكن يضيع لي الفلوس الغرامة دي بتكون نسبة معقولة يعني مثلا هبقى عارفها من الأول من قبل ممدي آه طبعا يعني وانا دخل أعمل الوثيقة هبقى عارفة وده سؤال شايع دايما الناس يقول له وانا ما كملتش الوثيقة إلا هيحصل طبعا ده سؤال مهم جدا ده أنا حسأله في الوثائق التانية لكن أنا دلوقتي أنا عايزة ركز على وثيقة التعليم هل دلوقتي أنا أقدر أدفع وبعدين في النص أخذ الفلوس تاني الولاد مش هيتعلمه الطفل ده مش هيكمل الطفل ده بعد الشر عن كل السمعين يا رب لأي سبب مش موجود اللي هاخد الوثيقة دي تاني مصبوط هتاخده بس هيكون في بلد ساعدة طيب الغرض اتغير يعني أنا هكمل بس مش هصرفها على التعليم هصرفها مثلا على الطفل تكن تعبان هصرفها على إن الطفل عايز يسافر سفرية هكتسب منها مهارات أخرى لأي سبب هجوزه هي مش قامش الهدف لكن أنا عايزة الفلوس دي عشان أصرفها فيه اتجاه آخر غير التعليم أيما هو لو تسحبت بغض النظر إيه سبب تسحبت قبل ما الشخص يخش الجامعة أو الكلية فساعتها يبقى فيه بلد فأيا كانت الأسباب نفس الأكشن هو هو يعني عايز تقول لي إن وثيقة التعليم لا تصرف فلوسها إلا على تعليم مصبوط مصبوط هي اسمها كوليج سيفنج يعني مغارض منها بين السفيد ضريبيا وبنستثمر عشان كل ستيت تشجع المقيمين فيها إن هم يعلموا أولادهم في الجامعة أو يساعدوهم في تحمل تكاليف الدراسة لما يخشوا الجامعة طب أنا أستاذ سامي هعاند معاك وهقول لك أنا هروح أدفع كل شهر مبلغ في البنك وححوش لولادي علشان لما يجوا يتعلموا أين كان بقى التعليم حتفع لهم عامل ليه البوليسة ليه أربط نفسي وبعد كده أخد غرامة مش هتستفدي ضريبيا أيوة الفلوس دي لو أنا في البنك هتفع عليها درايب؟ طبعا يعني أي أرباح هتيجة هيبقى فيه درايب عليه؟ يعني أنا لو عندي دلوقتي في البنك حساب أي وديعة يتحوش فيه؟ أه في آخر السنة دايما البنوك بتبعت تقول أنت خلال سنة مثلا الفين واربعتاشر كانت الفوائد بتاعتك مبلغ قد كده والمبلغ دوات لازم بيبان في لما بنعمل فايل للتاكسيس بيبقى موجود في ضمن الابليكيشن وبيدفع عنه ضمن الدخل فالميزة الميزة للبوليسة دي الميزة بتاعت البوليسة دي إن أنا مش هدفع تأمين مش هدفع زوري تأمين؟ الأنواع اللايفون شورد بتكون فيه استفادة ضريبيا منها وبتكون استثمار وبتكون حماية للأسر أو لأهليهم هما هي دي 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 نقطة دي نقطة مهمة طيب هل في وقت مناسب عشان أشتري بوليس التأمين؟ ولا في أي وقت أنا أحب أشتري حروح؟ هو الحقيقة كل إنسان محتاجه يعني زي ما قلنا هنا يعني هنا الوضع مختلف مثلا عن مصر في مصر ممكن الأسرة بتشير شقة بيتسدد ثمان على ثلاث سنين خمس سنين بكتير فلو رب الأسرة جراره حاجة على أقل موجودة سكن أو زي زمان كان اللي بيأجر سكن بيتورس لأسرته مثلا وكده لكن هنا الوضع مختلف هنا البيت بيكون على ثلاثين سنة ممكن بعد خمس سنين عشر سنين بنعمل ريفينانس لثلاثين سنة تاني فبالتالي في أقصات قرب للبيت دايما يعني إحنا دايما عارفين هنا الناس مش بتحوش يعني لأن فواد البنوك قليلة فبش بيتدخله فلما إنسان دخله بيعلى بيبتدي يغير نمط حياته أو يبتدي مصاريفه يجيب بيت أكبر يجيب عربية أفضل يعيش معيشة مسواها أعلى فكل الناس عليها بلاد فلو جي رب أسرة جراره وفاة مفاجأة ساعتها الأسرة هتعاني مشاكل كتير ممكن نقساره كل ممتلكات فعشان كده التأمين على الحياة بيكون حماية للأسرة وهنا بالذات في أمريكا هو حاجة مهمة كلنا علينا التأمين في كل حاجة مفيش حد بيسدد البيت دايما بنعمري فينانس نحط الهوم إيكوت اللي خدناه في التاني حتى اللي بياخد أفارتم انت برضو بيبقى عنده تأمين لازم تأمين عليه طيب لو أنا عندي حاجات قيمة في البيت مجوهرات دهب وتيفر إيه تحف أسرية هل دي لها بوالس تأمين لوحدها؟ دي تم وثيقة التأمين على البيت الهوم ونشورة يعني البيت بمحتوياته؟ ايوة لو في حاجات غالية مثلا سيلبر وير انتيكات مجوهرات فلوس كريدت كارد كل الحاجات دي بيبقى فيه في الهوم انشورة بلسي اوبشن اللي نقدر نضيفها وطبعا لازم يكون فيه ابريزل يعني مثلا لو حد مع خاتم ألماز لازم يجيب ابريزل شهادة التانيين يروح لمسمين في آخر ثلاث سنين بحس الطفل الوثيقة لانه مش كل واحدة يقول أنا عندي خاتم مراحة لازم يكون فيه شهادة التانيين بالحاجات دي طيب لو انا فعلا امنت على خاتم ولا قطعتين ذهب ولا واتفر وهم راحوا اثبت ازاي انهم راحوا بيكون فيه بوليس ريبورت ممكن لو فيه سرقة بيكون فيه اي اثار لازم يبقى فيه حاجة وصائقية قانون برضو هنا بيحكم الموضوع ده لو اي واحد استنع كلمة او انه هو كذب وقال ان فيه حاجة سرقت وهي ما سرقتش ده يعتبر فراد وبيعرض نفسه انه لجنح والجنايات في نفس الوقت فالقانون بيعاقب في الحتة دي يعني زي تأمين السيارات لو واحد جي خبط عربيته متعمد وقال ده حد خبطني وهو بيجذب الشركات بتبقى عارفة وممكن ساعتها يحط نفسه في مشكلة قانونية يعني فيه بعض الناس مثلا ممكن يروح للمكسيك نظبوط ويسيب العربية هناك ويقولي العربية سرقت بيشلقيها كل العربية بتخرج من امريكا بتعمل لها اسكان وبيتعرف هي ده خرجت امتا فالصح ان احنا نمشي مظبوط لانه الغش ممكن يعرضنا مشاكل قادمة واحنا الحمدلله اغلبنا ما فيش الحاجات دي ما بتحصلش ده حقيق طيب عايزة فكرت بفكرة كده وانا قاعدة هو ما فيش تأمين للمشاكل او للامراض النفسية مفيش مخترعوهاش دي يعني ممكن الناس يبقى عندها تبقى كويسة جدا وفجأة حدثة ضغوط خلل معين في تركيبة الكيميا بتاعت المخ تعرضها لانها تبقى فصام زهايمر اكتئاب حاد لا احنا الوثيقة اللي هي قلنا بتغطي الديسابلتي ده لو هو الشخص بيقدر يعمل حاجتين من حاجات الاساسية اللي بتتعمل كل يوم ساعتها الديسابلتي لو في حالة الديسابلتي او الامراض المزمنة يعني الزهايمر يعتبر داخل في الديسابلتي يعني هما ممكن التكاثرة وكده بيحددوا ايه الحاجات دي على التفاصيل طيب ايه ايه تاني انواع التأمين الاجتماعي او اللي في الحياة اللي احنا نقدر نقول للناس انها موجودة ممكن تساعدكم يعني احنا تكلمنا عن التأمين تأمين على الحياة في حالات الوفاة وقلنا انه التأمين الستات والرجالة شوية الستات بيبقوا اقل لما بيحبوا يأمنوا وقلنا ان السن اللي بدري احسن وسعره اقل من السن وقلنا انه فيه تأمين ايضا عالق للاطفال اللي هما عايزين يتعلموا وقلنا انه هو اغراضه للتعليم وان لو حصل تغيير في الغرض فهو ممكن يسبب لنا غرامة معينة وانه ده بيفدنا بس في حالة الدرائب لكن غير كده هو يعتبر استثمار او ادخار بشكل او باخر لأولادنا قلنا كمان انه فيه التأمين التأمين على الحياة والتأمين على الامراض وما الى ذلك كل دي بوالس تأمين غطناها زائد التأمين على البيوت هل فيه تأمين او بوالس تأمين اخرى طبعا فيه حاجات طبعا بجامد فيه حاجات احنا بصراحة ناس كتير ما بتعرفش بيها يعني من خلال تعاملنا لما بنيجي نكلم الناس بنلاقي مثلا 90% بش عارفين بالحاجة دي يعني اقول لحياتك مثلا بسيط جدا واحنا بنعمل اوباما كير او كابرد كاليفورنيا الانكم هو اللي بيحدد تكلفة الانشورة فاحنا فكرنا ايه الحاجات اللي تنقص الانكم لقينا ان افضل حاجة الايرا اكاونت الايرا اكاونت دي حاجة زي المعاش يعني لما يكون واحد موظف في شركة بياخد حاجة اسمها فور وان كيه فلوس بيقتطحها من الدخل المرتب بتاعه وتستثمر في اي طريق هو بيختاره وبياخدها لما يطلع معاش نفس الفكرة الايرا لو واحد ما عندوش فور وان كيه اللي ما اقدرش يجمع بين الفور وان كيه والايرا اكاونت الحكومة او الاير اس بتسمح له بخمس تلاف وخمسمية كل سنة انه يستثمرهم في الايرا اكاونت بحيث انه يتخسموا من الدخل بتاعه فبالتالي لو شخص استثمر خمس تلاف وخمسمية كل سنة هيرخص تكلفة اوباما كير اللي هو كابرد كاليفورنيا او حسب اسمه في الولاية للشخص موجود فيها هنستثمر لانه الفلوز دي هناخدها في المستقبل بالارباح بتاعتها هنتعود على التحويش او الادخار وهيكون السوسمار جايب وهنوفر في الدرائب لانه المبلغ ده هيكون متأجل دفع الدرائب بتاعته لغاية ما نوصل سن 59 and half فبالنسبة للآيرا في نوعين في الترادشنال آيرا اللي هو ما بدفعش الدرائب عنها دلوقتي لكن الدرائب بتتأجل لسن 59 and half لما نطلع معاش وفي الراس آيرا بتدفع الدرائب بتاعتها دلوقتي فلما نوصل سن المعاش 59 and half بناخدها من غير ما ندفع الدرائب طبعا نفس السؤال لحالات كورتي ممكن لو انا عايز اسحابهم دلوقتي الحل ايه القانون هنا حاطت بعض الحالات بيسموها هاردشيب لو احنا سحبنا الفلوس دي بندفع غرامة عشرة في المية وندفع الدرائب عن المبلغ اللي السحب دوت في السنة اللي احنا سحبنا فيها لما واحد بشيري بيت لأول مرة بيقدر ياخد من الايرا دي لغاية عشر تلاب دولار من غير غرامة من غير بالنتين لو جي حصل مشاكل صحية لو تكلفة العلاج اكتر من سبعة ونص في المية من الادجاست جروس انكم ساعتها يقدر ما يدفعش بالنتين وفي برضو حالات تانية اللي هو لو واحد دخل الجامعة سواء الاب او الام او اولادهم دخلوا الجامعة بيقدر يسحابوا الفلوس من الايرا بدون بلدي وزي ما قلنا لو واحد بشيري بيت لأول مرة بيقدر ياخد لغاية عشر تلاب طيب اه يعني انا شايفاه هو موضوع بس صعب شوي انا عايز الخصه تاني مع حضرتك بس اسمحلي اخد اتصال مستاذ كرم معانا اهلا وسهلا اهلا بخير مساء النور اهلا بيك اتفضل اهلا بخير وحضرتك بخير اتفضل ماذا سأولوا على الستاد ثانية السلطة مش واضح اتفضل اي ووسيكة ضد الحوادث في سنةثلاثة وتسعين من ثلاثة وتسعين وبشرت كل ثلاث شهور حوالي ثمانية وعشرين دولار بونس كريما ده هل ممكن انه يتغير لواسيقة تانية او يعني يستبد القيمة اللي تجعل يعني تستمر نغير الواسيقة للحياة شكرا أستاذ كرم السؤال حلم سؤال أستاذ كرم برضو هيخلينا نقول نقطة مهمة ان احنا ما تكلمنا عن أنواع تأمين على الحياة الوصائق دي بتغطي اي سبب للوفاة سواء حادث او مرض ايا كان او موت مفاجئ بتغطي كل الأنواع لكن الوصيقة اللي اشتراها أستاذ كرم دي بتغطي حالة الوفاة ضد الحوادث فقط طب هو دلوقتي سؤاله هل يقدر يغير او ياخد فلوسه لا ما يقدرش يغير ولو جي لغاها مش هياخد اي فلوس لكن صعب انه يشتري نفس الوصيقة دلوقتي لانه عشان السن بيزيد هيكون التكلفة أعلى فهو ممكن يشتري وصيقة تانية مختلفة اللي هي تأمين على الحياة حتى لو ترم عشان تكون تكلفة أعلى طب دي معناه ان دي وصيقة وحشة ما هو كل حاجة حسب تمنها ما يعني كل ما ندفع أكتر بناخد مميزات أكتر أو بنغطي حاجات أكتر يعني ده معناه انه اللي بعدش لو ما عملش حادثة وربنا يحافظها ليه فلوسه راحت اه معشان دي نوحها بتبقى رخيص يعني لو جيش ترى تأمين على الحياة في نفس السن هأكيد سعرها هيكون أزياد من دي لانه بتغطي اي سبب للوفاة يعني هو كده بيدفع فلوس يعيني لا ما هي بتغطي حاجة واحدة اما هو ربنا يحميه من الحوادث يعني دي بتبقى احتمالها قليل فعشان كده بتكون تكلفتها أقل اه طيب نرجع تاني لأيرا اه انا مش فاهمها قوي بصراحة انا بحب بقى فاهمة اوكي ولما فهم انا بحس ان اللي يعني زي فهمه ممكن ناس تانية تبقى أعلى لكن انا محبة هي صعبة شوية يعني حاجة باختصار تاني بدون يعني شرح ملخص وعلى قدنا يعني امشي معنا واحدة واحدة الايرا اكاونت دي دي وصيق التأمين ام احنا بندفع فيها او الحكومة بتساعدنا لما نكبر هو نقول معناها ايه اه نقول انا ما قلتش اختصار ده معناها ايه طيب هي ايرا اي ار اي كويس اختصار انديفيدول ريطايرمت اكاونت امم احنا لو استثمرناهم في الايرا يتعفوا من الضرائب لو حد سنه فوق الخمسين بيزودوها الف دلار فبكون ستة لاف وخمسمية كل سنة كل سنة الشخص يقدر يحط حتى ابطو 6 6500 او 5500 لو سنه اقل من الخمسين عايز يحط الف الفين تلاتة اي رقم بس المهم ما يعديش الرقم ده فدوت بتعف من الضريب وبتكون من حاجات اللي بتقلل الانكم للناس يا ما تيجي تقدم على اوباما كير او كفرد كاليفورنيا لانه كده المبلغ ده هيقلل الانكم فممكن لما الانكم ينقص يبقى الاجابل للميديكال او الاجابل لبلان ارخص او يقلل في التكلفة يعني ده مبلغ انا هدفعه اه بتستثمريه تحويه بستثمره حسب سني اذا كنت اقل من الخمسين او بعد الخمسين او فوق الخمسين انا بدفعه لمين بنروح اي بنك ايوة بيبقى كل البنوك فيها الايرا اكاونت او اي شركة تأمين على الحياة او انشورانس ايجان يعني احنا ممكن نجيلك ندفع الفلوس دي علشان نعمل حاجة اسمها حساب معاش مزبوط فايدتها انها بتقلل لي تكلفة وباما كير ببقى دايما ميديكال يعني انا دايما افيلابل او اليجيبول للاوباما كير وكمان بتقلل لي التاكس الدراج مزبوط وبتستثمر كمان يعني لما هنيجي ناخدها عندي سن 59 اندهاب هناخد الارباح اللي تحقق وبالاضافة بتاكد وسيلة كويسة ان احنا نتعلم ان احنا نتدخل يعني لما كله حط كل شهر 500 دولار او المبلغ كله في اخر السنة لما اجي اطلع معاش هلاقي مبلغ يقدر يساعد لانه الناس برضو مش عارفة انه الحد الاقصى للبنافق بتاعة السوشال سيكوريتي لما الشخص يطلع معاش 1900 دولار يعني لو شخص بيعمل مليون دولار في الشهر او في السنة لما هيجي يطلع معاش بعد سن 65 كل اللي هياخده 1900 دولار فممكن ما يكونش المبلغ ده كفاية لحياة كريمة هو كان متعود عليه فلازم كل واحد يفكر انه لما يجي يطلع معاش يكون عنده مصادر للدخل تاني الناس اللي هيطلعهم معاش دولار كلهم لازم يبقوا سيتزن يعني انت بتتكلم عن ناس السيتزن زي ما ساوسن كلمتني من شوية وقايتلي ان الميديكير للسيتزن فقط الكلام الحرارك بتقوله ده برضو للسيتزن فقط لا لأي حد مقيم قانوني أي حد بيعمل تاكسيز أي حد فايل تاكسيز لو معه وركي بيرمت لو معه جرين كارد جميل يا اذا هو ضمن انه يبقى عنده معاش يعني هو دلوقتي لو حط لو حط هذا المبلغ عند خمسين عند اربعين اواتفر عند السكستي فايف بقى عنده معاش دي ناكم واحد ممكن يسحبهم عند سن تسعة وخمسين ونص كمان ما قداش يسحبهم قبل السن ده لو سحبهم قبل السن ده هيدفع الغرامة العشر في المية الا في بعض الاستثناءات زي اللي قلناها لو فيه مصاريب جامعة لو فيه مصاريب علاج اكتر من سبعة ونص في المية من الاجرس في الجروس انكم او لو بيشيري بيت لاول مرة طب لو هو عايز يدفع المبلغ ده ويبقى عنده يعني معرفش يبقى عنده المميزات دي بس هو في الخمسة وستين هنا ممكن بياخدهم بس يبتدي يسحبهم بعد سن السبعين وممكن يسأل فيها برضو اللي بيعملوا الضرائب بيقدر يفيدوا في النحية الضربية اكتر بس هو حسب معلوماتي لان كان فيه حد فوق الستين ولما سألنا قالوا انه ممكن يسحبهم عند سن السبعين بيسيبهم شوية بس هو ما بيعرفش هما بيروحوا فين يستثمره هو اللي بيختار هو اللي بيختار طب هي النقطة دي بس بقي لي اخر نقطة انا عارفة ان انا يعني لا لا تحتمل انا هقول ايه اوجه الاستثمار اللي ممكن نستثمرهم فيها حلو قولي اوجه الاستثمار وقولي انا اختارها ازاي يعني لما انا اجي هعمل مثلا ايرا اكاون فانا ممكن اختار حاجة لو انا مش عايزة اجازف مش عايزة اتحمل مخاطرة كبيرة استثمرهم في سي دي سي دي دي يعني زي وديعة مضمونة الفايدة بتبقى لفترة ست شهور او سنة فدي لو وديعة الحاجة التانية ميوتشول فاند اللي هي السن دي اللي استثمار انه بنقدر نختار شركات يعني ممكن نختار شركات بتاعتي اليوتيلتيز مثل شركة كهربا شركة مايا دي حاجات بيش هتطلع اوتوب بيزنس لما يشان نقدر نستغنى عنها او كل بيت بيدفع فطورة للحاجات دي وممكن نستخدمها في مانيو ماركت اللي هي سوق المال وممكن نستثمرها في الستاك اند بانت اللي هي الاسهم والسندات ففي اوجه كتيرة ممكن نختار مبلغ جزء من الخامس سلاف وخمسمية في كل مجال من دول ولما انا بكسب بيقولي على طول يعني الشركة التأمين هي اللي بتتابع ده ولا انا لازم ابقى اب تو ديت بحركة الاستثمار بتاعت ما بيبعثوا كل ثلاث شهور بيبعثوا ريبورت الرصيد بتاعي باع كام هل فيه ارباح فيه خسايا يعني طبعا مثلا زي في في فكرة البورسة شوية في مرسة يعني مثلا زي في 2001 2001 لما حصل في بتمير 11 طبعا الستاك ماركت وقعت فكل الناس خسرت برضو في 2008 كان حصل برضو ازمة اقتصادية فالاسهم يعني كلها نزلت فلو واحد بش عايز يجاسب ممكن نحطهم سيدي بس هياخد فايدة قليل يعني اثنين او تلت لك طب وشركات التكنولوجيا واللي هي الموبايلات والابل دي دخلة في الحكاية دي طبعا يقدر يختار ما هو الفينانسي بلانر او الايجنت هيقدر يختاره اللي هو حابب يستثمر فيه كان لسه عندي يعني قلطف اسئلة بس الوقت جري مننا واحنا حابين تاني برضو نتعرف على الحاجات تانية لانها معلومات قيمة وبتقول لنا نعمل ايه مضطرة بس احب اقول بس للمشاهدين حاجة بسيطة ابتداء من اول يناير 2015 كان الحاكم بتاع كاليفورنيا جيري براون في شهر 3 مارس 2014 كان طلع قانون انه اي حد مقيم في كاليفورنيا ايه ليجل او معهوش اوراق اقامة يقدر يطلع رقصة قيادة في كاليفورنيا فالموضوع ده ابتدى فعلا من اول يناير وفي ناس راحوا الدي امي فيه وطلعوا اللايسنس بدون ما يسألوا على سوشل سيكيورتي او اوراق اقامة وبيطلحا لهم بدي ايه بسنة؟ يعني لسه يعني لسه عشان احنا لسه النهاردة يعني 16 يناير فبيدوهم ورقة زي تيمبري ليسنس لغات ما يستلمها في البسطة فبتكون دي لمدة شهرين او ثلاثة لكن لسه ما عرفناش لما هتيجي بقى في البريد هتكون بتلات سنين او خمسة عشان يسوق بس هو بيسوق بامتحان اه طبعا بيمتحن الكتابة وبعد كده بيمتحن العملي بس دلوقتي مفيش اي سؤال عن السوشل سيكيورتي اي حد يقدر يقدر يقدم على رقصة قيادة في كاليفورنيا وبيقال ان التأمين كمان الميديكال حيبقى كده السنة الجاية يعني على الشهور الجاية على يوليا كده يبقى برضو لكل الناس يعني هيقدموا على كافر كاليفورنيا من غير من غير ريسوشل من غير وارك لا لسه دي ما عندي ناشى ايقا دي سمعتها انا مش عارفة هي اشور ولا لكن انا سمعت انها محامين بيقول ومش عارفة دي حقيقة ولا لأ يعني يا ريت نقول يا رب بجد كانت حلقة ممتعة وجميلة وبشكر حضرتك جدا ودايما منورنا في سيسات ودايما رافع قيمة دليل سيسات اعزائي المشاهدين واحباي ان شاء الله كونوا انبسطتوا من الحلقة دي واستفدتوا منها وان شاء الله كل اسبوع عندنا حلقة جديدة جميلة بمعلومات جميلة وجديدة ومع كوكبة رائعة من المتخصصين اشكركم جدا وتسبحوا على خير اشتركوا في القناة